مرحبا ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نتعلم كيفية حساب الكريستلايت سايز والأفريج كريستلايت سايز فروم اكس ار دي داتا طبعا الكريستلايت سايز او البرتكل سايز بنقوم بحسابها عن طريق معادلة شيرر معادلة شيرر موضحة هنا طبعا الكي هذا ثابت نسمي ثابت الشيب فاكتور وعندي اللمدة الذي بتمثل لي الاكس اه الاكس ري طبعا للسورس السورس الاكس ري وعندي البيتا بتمثل لي الفول ويبث ات هاف ماكسيمم وعندي ايضا تكون مقاسب الراديان وعندي الثيتا الذي هي او البيك بوزيشن او طبعا هذه ثوابت الذي اعلى ثابتين الكي والدمدة ما علي الا تعيين الفول ويبث ات هاف ماكسيمم وتعيين البيك بوزيشن طبعا هذا حنقوم بتعيينه من الاكس ار دي داتا من خلال برنامج الارجين فلو ما اروح الى برنامج الارجين عندي هنا عندي هنا داتا لعينة مقاسة هتجيلي الدادا بهذا الشكل اقوم برسمها ارسم الدادا بهذه الصورة ارتب المحاور اولا انتظر بس لحظات حتى يفتح النافذة حيكون البرتكل من الزيرو محور الوفقي حيبدأ من اربعة الى سبعين واعمل اوكي والشكل بهذه الصورة مع اشو اعمل بهذا الشكل ضبط المحور هنا ادخل ثيتا ثيتا هذه الان الدجري هذه الصورة الان بعد اتمام عملية الرسم بهذه الصورة هقوم بحساب البيك بوزيشن لكل بيك من البيك الظاهر امامنا وهحسب لكل بيك ايضا الفول ويدز اد هاف مكسيمم طبعا هذا بيتم حسابه عن طريق برنامج الارجين هروح الى قائمة اناليسيز هروح هنا عندي بيك اند بيزلاين هاختار من البيك فانكشن الذي هي الجاوسيان اكي بيقول لي الان اعمل دابل كليك هاعمل على كل من البيك الظاهرة امامنا من الضروري ان يكون الدابل كليك ده اه با اجزاكت لي على البيك افتح افتح هنا بعدين بعد ما اكتمال الدابل كليك على كل بيك هافتح افتح البيز الذي الواي نوت ومعي ال اكس سب سي ال سنتر وهيحسب ال اريا اندر الفتنج الان بعمل عملية الفتنج مثل ما نحن ملاحظين لحظات الان طلع لي عملية الفتنج اجراها طبعا هنا موجود عمل ارتباط اذا هو قريب من الواحد الان يعني قريب من الواحد هذا شي جميل جدا هعمل لدن اوكي هيقوم اعطيني ريبورت هنا للبارامتر زلوذيقان بحسابها معي البيك وان والبيك تو بيك تري لكل البيك الذي حيهمني هنا حروح الى السمري حاخذ من السمري البيك بوزيشن من هذا العمود ال value الذي اكسب سي وحاخذ الفلوذ ات هاف ماكسيمم من هنا هذا العمود ارجع الى الشكل طبعا هنا معطيني نافذة ايضا فيها نفس القيم الذي اعطاني في الريبورت لن احتاج اليها لاني سانسخ القيم من الريبورت طبعا من اجل التأكد كيف تمت عملية الفتنج هكبر مثلا هذه المنطقة الاحظ ان الفتنج تم اجراءها بصورة جيدة الان ارجع الى الريبورت اخذ اخذ الاليو للحساب هذه الصورة اعمل اعمل ارجع الى المعادلة معادلة شيرر هدخل الان الكي والنمدة اروح يساوي بوينت افتح طبعا البيتا تكون الذي يتمثلي الفول ويت مقاسة بالرادين والثيتا ايضا مقاسة بالرادين هروح الى هذا اضغط على راديا في الاول بحيث يحول لي القيم من الدجري الى الراديا اضغط الفول ويت اد هف ماكسيمم اعمل كروس واعمل كوساين هذه دلة الكوساين طبعا راديا واختار البيك بوزيشن او التو ثيتا طبعا هو معمول في المعادلة ثيتا فقط فهقسم هذه على اثنين لان الذي بتجيلي في القياسات هي التو ثيتا وليس الثيتا فقط تمام اغلق القوس الاخير بهذه الصورة انتر الان طلع لي الصايز هنا طالع واحد وثلاثين نانو متر حسب لي الصايز لكل بيك من البيك الظاهرة بهذه الصورة البيك الاول نوع ثلاثين اثنين وثلاثين وما الى ذلك طيب من اجل حساب الافرق سايز الافرق سايز هعمل يساوي افري واختار من هنا اذا هذه اوكي الافرق سايز طالع لي هنا انتر طالع لي ثلاثين نانو متر بس يكبر القيمة بهذه الصورة اذا بهذه الطريقة تمت عملية حساب البرتكل سايز او الكريستال لايت سايز كما وضحنا اتمنى ان يكون الفيديو مفيد لحضراتكم تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة